النهاردة الحد 29 يناير البنك المركزي قرر انه يطرح ازون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه وقام بالدور ده نيابتا عن وزارة المالية الكلام ده النهاردة الحد كده قالك انه هو محتاج انه يطلع ازون خزانة امتها 43.5 مليار جنيه بنظام المتعاملين الاساسيين عشان يمول بيها العجز اللي عنده في الموازنة بتاعته قالك هيطلع اتنين وده على حسب البيانات اللي نشرها البنك المركزي على الموقع الالكتروني الخاص به قالك انه فيه النموذج اولاني هيكون بازون خزانة امتها 20 مليار جنيه ودي هيكون الاجل فيها لمدة 6 شهور وهيطرح ازون تانية اخرى امتها 23.5 مليار جنيه لكن دي لمدة السنه دي هتكون بكرة الـ 32 يناير 2023 وهيطلع ازون تانية امتها 13 مليار جنيه ودي المدة 3 شهور وحوالي تقريبا 21 مليار بس دي مدتها هتوصل لتسع شهور فاحنا كده بنتكلم ان الدوله او الحكومه او الوزارات المختلفه محتاجه 77.5 مليار جنيه عشان تحاول انها تسد بيها عجز الموازنه اللي بتواجهه فيه الشهر الاول من يناير من 2023 بعضها هيتسدد على 3 شهور وبعضها على 6 شهور وتسع شهور وسنه ولسه مش عارفين الموضوع ممكن يخلص الديون والازمات اللي موجوده عند الحكومه دي تخلص امتها في ظل طبعا زي ما كلنا متابعين وعارفين خدمات دين واقصات وفوايد مرتفعه جدا جدا بتلتهم تقريبا 90% من موارد الدوله عشان نقدر اننا نسدد الديون اللي خدناها عشان نعمل مدينة القاهرة الجديدة العاصمة الادارية الجديدة وعشان نعمل الابراج والجوامع والكنائس والكباري والامور دي كلها فاقترضنا كتير جدا وواصل بنا الحال ان كل شهر تقريبا الحكومه بتكرر انها تقترض من البنك المركزي عشان تسد عجز الموازنه ترجمة نانسي قنقر